اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعد بسحب قواتها من افغانسان من دون شروط تعرض سفينة لشركة اسرائيلية لهجومين قبالة الامارات وفرنسا تعلق كل الرحلات الجوية من الى البرازيل بسبب سلالة كوفيد 19 اهلا بكم الى تفاصيل النشرة اعلنت وزارة الصحان الفحوصات المخبرية التي اجريت اليوم الرابع عشر من ابريل في مراكز العزل في اقليم القشبر كاصابة عشرة مواطنين بفيروس كورونا وظهرت خمسة من الاصابات في اديبرا وخمسة في جرميكا في غدون ذلك شفية 42 مريض كورونا 40 في اقليم القشبر كواثنان في الاقليم الجنوبي وبهذا بلق عدد الاصابات بفيروس كورونا حتى الان 3.470 شفية منها 3.273 وفاة عشرة مرضى ولا يزال 169 مصاب كورونا تلقى رأيات الصحية في المستشفيات وزارة الصحة الرابع عشر من ابريل 2021 اوضح الشباب الذين قاموا بالاستثمار في مختلف المجالات استفادة من المناخ الملائم والدعم المقدم اوضحوا تحقيقهم نتائج مشجعة لسد احتياجات المواطن عن قرب وتحسين حياتهم الاجتماعية والعصادية وقال الشاب عليهم مدأس النائل الذي يملك مرفق طوب البلوكيت والانابيب انه يعمل بتركيب المعدات في تجهيز الدواب ادوات البناء والبنى التعتيم وتمكن حاليا من صد بعض المواد التي كانت تستورد من الخارج وذكر ان يساهم حسب المستطاع لتدريب الايتام والمحتاجين من مختلف العمار ليتمكنوا من الاعتماد على الذات ولديه برنامج مستعبلي لادخال المعدات واسد النواقص للقيام بانشتات جديدة وفاد عمال المرفق بان التدريب الذي تلقه واكتساب الخبرة احدث تغييرا في حياتهم من جانبه اوضح الشاب ناصر النور الذي كان ينشط في الكتابة والترجمة وافتتح مكتبة باسم ايراته ان النتيجة التي وصلها كانت للجهد الذي قام به وتشجيع المؤسسات الحكومية وقال ان بامكان الشباب النجاح باتخاذ المبادرات والاستفادة من موارد محيطهم ودعم الادارات والمؤسسات يقوم مزارع 11 الضحية في مدارة عتا كيرزان بنفير لتمهيد الاراضي الزراعية وتسميدها بامبادرات فردية وجمعية واضح المزارعون عملهم بقوة لحماية التربة والمياه من الهدر والاستفادة منها جيدا لرفع الانتاج الزراعي وذكر مسؤول الزراع في المدارية فعالية النفير في ضواحي وارا ودك كمحري ودك زرء وشندوى ومعالدي وانبادرهم ورغم انه رغم القيام به في جميع الضواحي واضح ان العمل اجتمل على اصلاح مساقط المياه ببناء المدرجات والحواجز المائية لتثبيت التربة عالي السدود والخزانات وتمهيد الاراضي الزراعية من جانبه اوضح مسؤول التنمية الاقصادية في المدارية تنفيذ اعمال مرطية من انشطة النفير التنموية التي بدأت في شهر يناير الماضي في كافة انحاء المدارية بالمشاركة الفاعلة المواطنين وتعاون المهنيين الزراعيين والادارات استشهد يوم امس السارس عشر من ابريل مدير الادارة والمالية في وزارة الاعلام المنادر في الصحية عن عمر بلغ سبعين عاما جراء مرض الم به التحق المنادر الاسم في الصحية بصفف قوات التحرير الشعبية في شهر مارس 1975 ووظيف مباشرة في جهاز الاعلام وهو من اوائل مؤسسي قسم التصوير في الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا وقام المنادر الاسم بعمل مميز ومستدام لتوثيق تاريخ النضال التحرير للشعب الارتري بالصور من عام 1977 وحتى 1991 وعمل المنادر الاسم في الصحية بعد الاستغلال من عام 1991 وحتى يوم استجهاده بتفاني واخلاصه في مختلف انصام وزارة الاعلام بمستويات المسؤولية التي وصلت الى مدير قسم والمنادر الاسم في الصحية رب اسرة وابل ثلاثة ابناء وقد ورية جثمان يأثر عصر اليوم الرابع عشر من ابريل في معبرة الشهداء باسمرة وتعرب وزارة الاعلام عن بالغ حزنها لاستشهاد عضوها المنادر الاسم في الصحية وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه المناظرين وزملاء العمل فاصل قصير من سمان عدل متابعة الانبع على سعيد العالمي فتفضلوا بالبقاء معنا على سعيد العالمي قال مسؤول عن الادارة الامريكي ان قوات بلاده في افغانستان ستبقى هناك الى ما بعد فاتح مايو على ان تنسحب من دون شروط بحلول الـ 11 من سبتمبر بمناسبة ذكرى اعتداءات 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة وجاء القرار مع اعلان تركيا انها ستصديف مؤتمر السلام الدولي حول افغانستان في اسطنبول فالفترة من الرابع العشرين من ابريل الى الرابع من مايو بحضور ممثلين عن الحكومة الافغانية وعن حركة طالبان لكن طالبان اعلنت انها لن تشارك في القمة ما لم تخرج كل القوات الاجنبية من افغانستان وقال المسؤول الامريكي سنركز على كل جهود على دعمنا لعملة السلام الجارية لكننا لن نستخدم وجود قواتنا كعملة مقيضة ونبه الى ان الانسحاب الذي قرره بايدن علما انه سيتطرق الى هذا الملف الحساس يكون من دون شروط وعلى اغرار دونالد ترامب واجمع الرأي العام الامريكي الذي سئم من تدخلات الدامية والمكلفة في الخارج وعد بايدن بانهاء حروب امريكا الطويلة قالت وسائل اعلام موالية لايران وقناة تلفزيون الاسرائيلية ان سفينة تجارية مملوكة لشركة اسرائيلية تعرضت للهجوم في مياه الخليج قبالة الساحل الامارات وذكرت قناة اثنى عشر تلفزيون الاسرائيلية ان المسؤولين اسرائيليين لم تنشر اسماءهم حملوا ايران مسؤولية الهجوم الذي وصفته القناة بانه هجوم صاروخي واضفت ان السفينة واصلت طريقها ولم تقع اي خسائر بشرية وقال المصدران بالامن البحري لرويترز ان سفينة اسرائيلية اصيبت قرب ميناء الفجير الاماراتي نتيجة انفجاره لكن دون وقوع خسائر بشرية ورفض المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الدفاع التعاليق على الواقع وقال متحدث باسم وزارة النقل الاسرائيلية انه على علم بالتقارير الاعلامية لكنه لا يستطيع تأكيدها ولم يصدر التأكيد بعد من الامارات قال رئيس الوزراء الفرنسي جاكا كاستكس في البرنامال ان فرنسا ستعلق جميع الرحلات الجوية منه الى البرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها هناك لأول مرة وكان عدة طباء فرنسيين بارزين قد طالبوا الحكومة منذ ايام بوعف كل حركة النقل الجوي مع البرازيل وقال وزير الصحة اوليفي فيران قبل شهر ان حوالي 6% من الاصابات كوفي 17 في فرنسا كانت من السلالات الاكثر عدوى التي تم رصدها لأول مرة في البرازيل وجنوب افريقيا ولا تزال فرنسا تعاني من الموجة الثالثة من فيروس كورونا حيث لا تظهر المؤشرات تحسنا في المستجفة مع تسجيل اكثر من ساعة واسعين الف حالة وفاة وتعديم العلاج لنحو ستة الاف مصابق وفي ساعة عشر في عصام العناء المركزة مما يثير الشكوك مما يثير الشكوك حول امكانية تخفيف القيود الخبر الاخير في هذه النشرة اشتعل حريق حائل داخل حديقة صناعية بالقرب من سيسيتا اسبانيا مما تسبب في ظهور بثور الدخان حتى مئات الاميال بعيدا في العاصمة مدريد وقد تضرر ما لا يقول عن اربعة مباني صناعية مساحتها 52 الف متر مربع ولم يبلغ عن وقوع اصابات او وفيات تم ترميزها لقضايا الطوارئ في منطقة مدريد في اربعة مباني صناعية على الاقل تقطي مساحة 52 الف متر مربع متأثرة بالارضية المنهارة والجدران المحترقة مشاهدين هكذا انتهت النشرة هذه تحيات وتحيات الفريق العامل وشكرا لحسن اسماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة